اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية مع معالي السيد أيمن الصفدي وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وذلك على هامش اجتماعات الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك وخلال الاجتماع تم استعراض العلاقات الأخوية التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين كما تم التشاور حول آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا المدرجة ضمن جدول أعمال الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة والقضايا ذات الاهتمام المشترك